حان الوقت لوضع نهاية للانتشار الفوضوي لدراجات السكوتر الكهربائية في باريس كان هذا ما صرحت به مؤخراً أن إدالغو رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية بعد عام من ارتفاع غير مسبوق في أعداد هذه الدراجات التي تسير في شوارع المدينة دون قوانين تنظم استخدامها وقالت إدالغو إن هناك 12 شركة مشغلة لهذا النوع من الدراجات في باريس هذه الأيام وإن شوارع المدينة تعج بأكثر من 20 ألف دراجة منها ما يعتبر عدداً ضخماً للغاية وهي تتسبب حالياً في تزايد أعداد الحوادث التي تقع كثيراً مع المشات أيضاً وأضافت أنه بدون قوانين منظمة أو إجراءات يمكن بها استعادة النظام فإن هناك توقعات بأن يتضاعف عدد هذا النوع من الدراجات إلى 40 ألفاً بحلول 2020 وهو ما لا يمكن تصوره وتضمأ للإجراءات التي ستطبق بحلول بداية يوليو تموز منع ترك هذه الدراجات على الرصيف واستخدامها في الحدائق والمتنزهات كما ستطالب رئيسة البلدية المشغلي هذا النوع من الدراجات خفض سرعات سيرها داخل باريس إلى 20 كيلو متراً بدلاً من 25 كيلو متراً في الساعة ستيفان داستين طالب باريسي أشريني اعتاد ركوب دراجات السكوتر الكهربائية أعتقد أنه نظام مثير للاهتمام فهو سريع وبسيط ويمكنك إيجاد هذه الدراجات الكهربائية في أي مكان لكن يمكن أن تكون على قدر من الخطورة أحياناً لسير الكثير منها على الأرصفة وإلى جانب السيارة في الشوارع دون ارتداء خوذات وقية للرأس ومنذ يناير كانون الثاني الماضي فرضت الشرطة غرامات على من يستخدمون دراجات السكوتر على الأرصفة أو يتركونها في أماكن غير قانونية إلا أن إيدالغو ترى أن تلك الإجراءات غير كافية ترجمة نانسي قنقر